صباح الخير زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير تاريخ الحاجة دي كان ايه ايه اصلها ايه فصلها اول ناس اشتغلوا فيها اول ناس عملوها انا بحب عشاء الحاجات دي جدا طبعا اعدت ابحث عنها واعدت اشوف حاجات واشوف صور ده اللي اشابكم معاكم فيه قبل ما شارككم الحاجات دي كلها لانا الصور اللي انا شفتها ومصممين الازياء واول ما كانت اصلا كانت موجودة في التاريخ اتعاملة ازاي اصلا يعني اكتشفت ان اصلا المخيرات دي موجودة من العصر الحجري كان فيه ادوات طبعا مختلفة يعني من وقتها للوقتي عايز اقول لكم ان انا كنت مستمتعة جدا يعني وهشارككم كل المعلومات دي كلها كلها بس قبل ده حابة بقى اعرفكم على شخصية جميلة جدا اتعرفت عليها في الكورس احنا بداية ما اتعرفنا شكلنا تمام وبعد كده هو اتبرينا صحاب جدا 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 وهي من الشخصيات الجميلة قوي اعرفكم دلوقتي عليها وهي اول واحدة حرفيا اول ما دخلت الكورس طبعا كنت بايحة متأخرة حم تمام فهي اللي كانت قاعدت معي يعني قاعدت معي عشان تزبط معي المكنة وزي ان انا ادوس عليها ويوم اتعلموا ان هما زي لدوم المكنة طبعا انا كنت بابدو جاية متأخرة تمام فهي اللي كانت فضلت معي واحدة واحدة لغاية ما اتعلمتها فانا عبا اشكرها جدا جدا وعايز اولا ابنيها وحشاني جدا جدا طبعا انا اول ما جيت جيت متأخرة ده ضبيعي يعني فااكتر حد ساعدتني في ان انا مشي على المكنة لان انا كنت باسوق بيها لان الدنيا كنت مش مزبطها معي وكنش بابتها ازبطها في الاول فا يعني يا باب كده حد فكهت اليوم كله يعني حبيتت حبيتت ده انت اكت يا نور والله حبيتت و اكتر حد شجعت في القناة وشوية تفكت على الفيديوهاتك وكده هوت فانا عشان كده انا حبيتت اكتر حد يشجعني عن الخياطة وحببني فيها لان انا نخصم كشف حباها خالص خالص مش حسنية ايجي الامر بتاعتني ايجي مرتدي بس فجماعة بجاسب جدا فبقى معايا جدا فبقى معايا جدا 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هشوفوا بقى امداعات ان شاء الله طبعا هبدأ اكلم بقى عن تاريخ التصميم الازياء والخياطة والكلام ده كله عادي بصوريكم اول ما كانت خياطة كانت موجودة في التاريخ ودي المراحل بتاعتها لو هتكلم عن تصميم الازياء ما حبيتش ان انا اتكلم هو تاريخ وكذا وبدأ من كذا بس حبيت اتكلم عن شخصية ملهمة جدا كوكو شانال ازاي ديت ابداعت في التصميم الازياء ويعني نقل التصميم الازياء من حاجة لحاجة تاني خالص في الزوء وفي الشكل وفي كل حاجة وان هي واحدة يعني قدرت ان هي تعمل براند موجودة لغاية دلوقت سي فده لنا عشاركم بيه دلوقت ده كوكو شانال مرة على وفاتها اكتر من خمسين سنة عايز اسأل سؤال من مننا ما حلمتش ان هي يكون كوكو شانال من مننا لما شافت مصرحية شريهان اللي عملتها اللي كاي بتجسد فيها دور كوكو شانال ما حلمتش ان هي تبقى زيها من مننا ان هي بدأت تتعلم وسعت ان هي تبقى زي كوكو شانال ايه طب ايه اللي بيميز كوكو شانال وايه اللي خلاها براند عالمية وتقوم موجودة لغاية دلوقتي هي ما عملتش العادي وحطه تحت الجملة دية 100 خط ما عملتش العادي عملت حاجة مختلفة تحدد كل العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في الوقت ده ودليل ان هي موجودة دلوقتي احنا لمسين المنتجات بتاع كوكو شانال جابريال اون شانال ده اسمها الحقيقي وبس كلنا عرفينها باسم كوكو شانال اتربط في عيلة فقيرة جدا جدا من ابو ام مع دومين لاعتبر اسرتها كانت كبيرة جدا سكنة في احياء فقيرة جدا في فرنسا وهي عندها 12 سنة والدتها توفد ابوها بعت اخوتها السوبيان عشان يشتغلوا وبعتها هي واخوتها الاثنين لدار ايتام ومن هنا تبدأ الحاجة الحلوة اللي حصلت في حياتها هي اه دخلت دار الايتام وديت بالنسبة لها مأساة بالنسبة لأي حد منها مأساة بس دار الايتام ديت كانت سبب ان هي تكون كوكو شانال طيب ازاي؟ بعد 18 سنة في دار الايتام اتقنت كوكو شانال الخياطة بعد كده هو تراحل زي مدرسة داخلية للبنات بعد كده اشتغلت في ملحة ليلي وكانت بتغني في الفترة ديت اشتهرت بكوكو شانال وفي تصريح ليها قالت ان هي اسم كوكو دوت اختصارا لكلمة جميلة او محبوبة بالفرنسي اول حاجة كوكو شانال عملتها ان هي بدأت تصنع كبعات كبعات في الفترة دية كان لها رونقها كبير جدا وبدأت تصنعها لاصحابها اول بوتيك في فرنسا سنة 1910 وبعد كده هوت بدأت تصمم هدوم عايز اقول لكم ان حصل حدث تاريخي خلى كوكو شانال تطلع الموهبة بتاعتها بجد في الحرب العالمية الاولى بدأت الستات في الوقت ده تشتغل فقط ايام زمان كانوا بيربسوا فاستين وحاجات كانت تقيلة اوي اوي مع الحركة والشغل وكده الحاجات دي ما كانتش عملية خالص بدأت كوكو شانال تعمل اللبس الكاجون وبدأت تصمم حاجات رقيقة جدا وبسيطة جدا وساعدت في حل ازمة كبيرة جدا في الوقت دوت وبدأت لكل الستات يغيروا يلبس براند كوكو شانال وكان فستانها الاسود القديم اللي هي عملية قاعدة تدوير هو بداية لشهرتها عايز اقول لكم ان الانسان المبدع بيقدر يصنع من اللاشي شيء فاي حد بيفكر ان هو يبتح براند هدوم او اي براند هو عايز يعملها لازم تعمل من اللاشي شيء عشان تلفت انتباه الناس ويبدأ ان هما يحبوا المنتج بتاعك طبعا الشغف وحبها للحاجة ديت هي دي اللي خلت الناس تحب الحاجة ديت وبدأت فنانين كبار جدا يلبسوا من ازياء كوكو شانال مش بس كده بدأت ان هي تدخل البنطلونات للسيرلات بتاعتها لان الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده ده غير ان اللون الاسود كان بس للعزة او للستة الارمالة قدرت كوكو شانال تدخل اللون الاسود ويبقى موجود لغاية وقتنا هذا موضة في اي وقت وان الاسود بيليق على اي حاجة وبدأت كمان تتوسع لغاية ما عمل البرفانات وكان اسمه كوكو شانال نومبر 5 لان هي كانت دايما بتحب اللون بتحب اللون ايه بتحب الرقم 5 وكده انا خلصت قصة كوكو شانال يوب تبقى ملهمة ليكم زي ما هي ملهمة ليه اتمنى كون سفدتو او استمتعت زي ما انا استمتعت عادت شهرين برسم بتعلم رسم الاول وجديد عشان اطلع الافكار اللي انا برسمها وبعدين قعدت الشهر بتعلم اساسيات الخياطة وروحوا تابعوني على الانستجرام لاني يعني اول ما خلص الحاجات اللي انا بعملها حواليا هبدأ انزلها وكده اي رحلة بجد يعني وديت حاجة انا عايز اقول لكم انه هو الواحد في بداية التعليم بيبقى عنده مشاكل كتير مش عارف يزبط حاجة او مش عارف يرمي حاجة بس بيكتشف ان مع الوقت ومع الممارسة ومع الشغل ان هو ابدع زي كوكو شانال فليه ما تبقي زي كوكو شانال وتبداي بحاجة وتعلمي حاجة حتى لو مش هتوصلي لأهل حاجة بس ابدأي شكرا عشان وصلتوا لغاية هنا هو تين انتوا تفرجتوا علي واتمنى ان انتوا تدعموني وتشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان ايوصلكم ايهاية جديدة انا بننزلها وبجد مبسوطة جدا ان انا فضحت القناة وان انا بشارككم الحاجات دي كلها واتمنى انتوا تجبر شوي ما سانيا دكتور مبدايين مع السلامة اشتركوا في القناة